رياضية لانهار اليوم العشرين أكتوبر 2016 موافق لـ 18 من محرم 1438 هجرية يومية الشباك عنوانت بالبندية العريض ميسي الثائر يترك غورديولا حائر في إشارة منها للفوز الساحق الذي حققه برشلونة على ضيف مونشستر سيتي بأربعة هداف دون رد من منافسة رابطة أبطال أوروبا اليومية أضافت أن نادي الكتالوني أكد قوته دون أن يتسامح مع مدربها السابق بيب غورديولا في مباراة سجل فيها الأرجنتيني يونال ميسي هاتريك وكتبت اليومية تونس والسينيغال في طريق الجزائر مجددا وهي وهذا بعدما أوقعتهم قرعة كانة 2017 بيلغابون في مجموعة واحدة تعد بيانارية حسب اليومية التي تنولت الخبر بكل تفاصيله بداية من تاريخ المواجهات مرورا بتصريحات المدربين واللعبين السابقين وصولا إلى برنامج المباريات يومية كومبيتيسون ناطقة بلغة الفرنسية نقلت تصريحا لمدافع المنتخب الوطني السابق عن طريحيا أكد فيه أن مجموعة الجزائر ليست بأسهلة خاصة بتواجد المنتخبين التونسي والسينيغالي الذي يضم العديد من النجوم مضيفا في حديثه أنه يجب احترام المنتخب الزيمبابوي ولا يجب التفريض في أي مواجهة خاصة أرقاء الأول الذي سيخوضه الخضر أمام فريق أمام منتخب زيمبابوي يومية لوبيتر هي الأخرى تحدثت بإسهاب عن المنتخب الوطني ونقلت تصريحات لبعض لعبي محربي الصحراء في صورة سفير طايدر وإسلام سليماني لعب بولونيا لإيطالي طايدر قال بأنه يجب التركيز على مواجهة نيجيريا المقبلة التي تدخل في إيطاليا تصفية المهلة لمونديال لروسيا 2018 قبل التفكير في الكانيا المقبل أما لعب ليستر سيتي سليماني قال بأن الأهم في مثل هذه المنافسات هو تشريف الكرة الجزائرية في هذا المحفل الدولي تشريف الكرة الجزائرية في الوطني